صباح الخيار صباح النور نتمنى تكونوا بقى صحة وسعادة حلقة اليوم سوف نشوف معكم الفخيزي اللي طلبتوه مني بكثرة في التعاليق الفخيزي ذا بهول وقت ديالو كل الفخيز موجودين فكيجي غزال لا في المدق لا في المندر وخاتف كنوا مبتدئين فكيجي المندر زوين لأن الفخيز هو اصلا هكذا زوين خلقو الله زوين فكنتمنى انكم تشوفوا معي الحلقة من الاول حتى الاخر الاسرار دائما اهم الوصفة سوف نبدأ هنا اول حاجة بلا كريم باتي سيارة عندي نصف لتر من الحليب كنضيف لهنا ثلاثة من سفر البيض ونضيف خمسون جرام من نشط دورة اللي هي الميزينة هاد الكريم اللي غنعطيكم ونعطيكم فيها بزاف دي الاسرار دي النجاح من بعد غنضيف هنا خمسون جرام من السكر وغنضيف كيس من الفاني من بعد غنضي نخلط المكونات كلهم على البارد وغنضي نقلهم على نار اللي تكون متوسطة وانا مع التحريك المستمر ما كنخليها حتى دقيقة واحدة حتى كتشوفو انا الكريم بداتك تعقد هادية الكريم باتي سيارة هنا مني كتشوفوها كتغلي بحالة كده كتخلي واحد المدة بسيطة كتغلي وكتعود بحلها كتجمع سافي من بعد هنا هاقرها واجدة غادي ناخدها غادي نضيف لها خمسون جرام من الزبدة اكيد زبدة حيوانية غنستعمل في الوصفة كلها وبهاديك السخونة دي الكريم غادي نضوب بالزبدة كاملة ونخلطها غير هو مني نخلطو جيدا والمدة الكافية باش ميبقاش هاداك الحبيبة دي الزبدة دايبة مني غادي تبرد لها كريم غادي تجمد سافي هنا كنغطيها بغطاء يكون ملامس وغادي ندخلها تلاجة المدة الكافية حتى تبرد تماما من بعد ما كتبرد كنخرجها من تلاجة وكنخرج الزبدة حتى هي كنحطوهم فوق من سطح العمل وكنخليهم ياخدو نفس درجة حرارة الغرفة باش كتنزل تلك الحرارة وهذه الزبدة كنت أعطيني واحد زبدة بومادة اللي كتكون لينا ومنين كنخلطو مع بعض ديتو ما كيكون شوك وما كتتخلش ليه هذيك الكريم او ما كتتحببش كيتخالطو بطريقة اللي يزوينا وكتجيكم الكريمة حريرية فميمكنش نخلطو الزبدة مع الكريمة والكريمة تكون مثلا باردة جدا كتنزلش شوية الحرارة ديالها فدروري نخرجوها بشوية هادين جيو هنا الجنواز عندي خمسة بيضات يكونوا في درجة حرارة الغرفة كنضيف هنا كيس من السكر الفاني غادي نضيف قبصة من الملح ودروري من الملح في الجنواز باش كتلعم زيان من بعد كنضيف مئة وعشرون قرام من السكر وغادي نخفق هاد المكونات كلهم حتى كيتضرب هاداك الحجم في ثلاثة ماشي غيف في ضيع فاين الحجم كيتضرب في ثلاثة كتشوفوا انه عمر لكم هاداك البول كامل اذا عندي المضرب الكهربائي العادي فكنصبر معاه ضروري انني كنبقى حتى كنشوف هاد المنظر هادا اذا ما شفتش هاد المنظر هادا سافي لاجنواز عندي ماناش حاش رأس بقو حدتلكم لاجنواز اللي حدرتها بالمضرب الكهربائي فكتبقاو تقريبا لمدة دي لثمانية دقائق وانتوما مستمرين حتى كتشوفوا انها تلعت بحال هكذا ومن بعد كناخد صفايا كنزيد برشة برشة كنطلع من تحت الفوق وانا كندور هاداك البول وانا كننسوس هاداك الفارينة ما كنخليهاش كنلويها راهنا مسرع شوية الفيديو ولكن مني كنطلع يدي بحالة كنسوسها انتوما شوفوا مني هنطلع يدي كيفاش غندير سافي كنبقى مستمر بحالة كده ودائما هدي الحركة اذا درتوا حركة دائرية بحالة كتخلطوا مثلا شي حريرة ولا شي حاجة سافي كتهبط فهدي مش حركة عشوائية ضرورية انني كنهز من تحت الفوق وكنوزع فصينيه هنا عندي فيها 30 سنتيمتر على 40 سنتيمتر كنوزعها كندخلها على فرن مسخن على 170 درجة من الفوق ومن التحت ما كنتعداش لمدة دي العشرة دقائق لانا اذا فتو عشرة دقائق فكتيبس ليكم وبالنسبة الكيميه دي الدقيق هي 130 جرام سافي غادي نزول بابي ونخليها تبرد من بعد غادي نقطع هنا باحد الاطار اللي فيها 22 سنتيمتر لانا الاطار اللي غادي ندير فيه المونتاج جيل غادي فيه 24 سنتيمتر فحنا محتاجين جنواز تكون اصغر باش كديرها فنيسيونزوينة والناس ما كتشوفش هذيك الاجنواز كنقطع تقطيعها الاولى وتقطيعها التانية كنديرها بحلا كنلصقها كنلصقها هذي مع التانية لانا ما ديشتك فيني باش كنلصقها باش كنلصقو مع الجزة الاول ومن بعد كنلصقو مع الجزة الاول ومن بعد كنلصقو بزوجهم المهم كتعطيني دائرتين هذي اللي كتكون ملصقها ارا كنحطوها غلطت ومع تقطيعها لا كتبانش نهائيا وبالنسبة الناس اللي ما كتنجح لهم شلاجنواز فيا اما عندهم مشكل في الفرن يا اما عندهم مشكل في المذرب الكهربائي ما كيتللعوش احتى لهذيك الدرجة اللي يشتو معايا في الاول هذيك البقايا هنا كنقطع بالدائرة باش نستعملهم في دي دي سيغ وحتى هذيك الطريفات حتى ما كنستعملهم في دي سيغ كنتغطسوهم اما في القهوة مثلا اذا عندكم دي سيغ بالشوكولات او كنغطسوهم في الحصر دي الفواكه اذا عندي تحليا بالفواكه من بعد هنا غدي ندوز السيرو ضروري في خزيك يجي متشرب عندي 180 مليلتر ملماء غنضيف 50 جرام من السكر وغنضيف كيسين من السكر الفاني فاذا كان عندكم فانيليا سائلة او فانيليا حقيقية فكتستعملوا من الاول 60 جرام من السكر المهم المكونات كلهم كنخليهم كيغلي وعلى نار تكون متوسطة مابغيناش ان السيرو يجينا تقيل كتحصلوا على السيرو بحلاك ده خليه تقريبا مده دي الاربع دقائق او خمسة حتى تشوفوا انه بده كيغلي ومن بعد كنحطوه في شي صح نغلي كيبرد من بعد ما كتبرد عندي الكريم جيدا فكنتضربها بحلاك ده فكنتضربها كنعطوها المده الكافيه واحد خمسة دقائق حتى تشوفوا ان هاد الكريم هادي تنفخات انا بنسبالي خليه تبرد درجة حرارة الغرفة دبا اصلا جو بارد فكتبرد ضغيه ضغيه بنسباليكم اذا حتتوا في تلاجه هنا رغا تكونوا خرجتوها واحد مده 15 دقيقه من قبل حتى تاخد درجة حرارة الغرفة كنأكد على هاد القضية هادي باش نجح لكم لا مسلين لا سواء هادي لا سواء اي موسلين نكتوها باي نكهة سافيه هدا و السر دياله من بعد فمني كنت كنت تطرب انا كل مرة كنحرك الجوانب كنشوف من التحت وشكل شي من دامج مع بعضياته وهي من ما كنخليها تبرد مده طويله فمني كنت تطربها كنت تطرب معكم ضغيه ضغيه ما كتبقاش كتكتل او ما كتبقاش مثلا كتحبب فكيف ما كتشوفوا كتجيسو بل او كتجي رطبه سوف نستمرها بحلقة حتى تشوفوا ان هذه الكريم تقريبا كنت تضرب الحاج بجيلها 1 1 1.5 فهاد القادية هادي او هاد الهواء اللي كندخلو فيها كيساعدنا انها تندمج بكل سهولة مع الزبدة فالمرحلة هادي اركزوا معاي انا 50 قرام ديال الزبدة استعملتها مع الكريم باتي سياغ مني كانت سخونة خلطتها معها 50 قرام غادي نحطها بحلقة غادي ندهو بها وما تبقى اللي هي 100 قرام غا نقطعها كنكون مخرجها من تلاجة من قبل غادي ندير محاكم واحد هادي خاصة بيه انه كندهو بهاديك 50 قرام ديال الزبدة وكنضيفها سخونة على هديك الزبدة اللي عندي هديك 100 قرام وكنزيد هنا يا سكر ناعم 60 قرام ضروري اننا كنغربلوه من قبل وغادي نخلطها المكونات كلهم مع بعضياتهم باش كيعتوني واحد الزبدة اللي كتكون لينة هال القادية هادي كنديرها بني كيكون لجوه بارد إذا كالجوه سخون مثلا فاصل الصيف ما تحتاجوش بني كتخرجو مثلا الزبدة من قبل كتلقوها تقريبا بهذا القوام هذا هنا في البرد واخا كنخرجها من قبل كتبقى شوية شادة فما كتندمج مزيان مع هديك الكريم باتيسيار شوفوش حتلعت عندي هنا هديك الكريم بني درنا هديك الاستيوس هادي فكنزيد هنا يا شوية بشوية هديك الكريم باتيسيار حتى هي ما كتكونش باردة فكتندمجوه بكل سهولة واحد الكريم اللي كتكون حريرية وكتنفخ تقريبا بشكل الكريم ديبلومات الكريم كان أعطيها الوقت الكافي ديالها كل مرة كنضيف ملعقتين بملعقتين عاد كنكمل كمية كلها انا دائما كيعجبني نخدم اول نصيب الكريم موسلين بالباطر الالكتريك كنفضل ما نستعملشه الروبو لان الروبو ما كنتحكمش فيه كي بداء يمشي بسرعة كبيرة كيدخل كمية كبيرة من الهواء هي كتنفخ كتبال لكم زوينة في الاول ولكن مني كتنزل كتجي كلها محببة لان ذاك اللي هو كيزول وهي كتتحبب فمن اللي احسن نخلطوها بمضرب الكهربائي بحلا كده كتحصلوا على كريمة سليسة كل مرة نفس الحاجة كنشوف من التحت وش ما عنديش الزبدة وش لا كريم كلها من سجمة مع بعضياتها وكنا حاود كنضرب هاد الوصفات هادو وصفات الاساس علش كنعطيهم الوقت لان ما كنستعملوه وش غفل فخيزي غادي نستعملوه بزاف جال الاستعمالات فمني كنكون انا مثلا كنتقنها فكتولي عندي سهلة لهذا ما كندوزها شاكده غي ضغي 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 وهدي نقربكم هنا باش نوريكم شوفوا مني كتتخدم الكريم مسلين بالطريقة الاصلية وعلى حقه وطريقة شوفوا كيفاش كتجي كيجي داخل هالهواء ما كتكون فيها حتى تحبيبه وهدي نزيد هنا نعود نقربكم باش شوفوا الكريم شحة الحريرية بالنسبة لي كنخليها حتى الاخر دقيقة عادي كنخلطها مع الزبدة باش كنبوشيها كتجيني سهلة ماشي نصيبها وندخلت تلاجة غاديدها كتجمد نقدر نحطها في تلاجة مثلا واحد خمسة ديال دقائق اذا شفت مثلا كالجو حار ووشت انها مش هداش مزين ولكن ما كنخليهاش مدة طويلة انا بالنسبة لي استعملتها مباشرة الفخيز هنا روجتوا مقبل غفل المونتاج حتى تنفضل المقطع هذا توجد الفخيز اللي كيكونوا زوينين تختاروهم مقعدين وكتقسموهم الى نصفين انا استعملت كيلو شريت كيلو خديت منه بحلاكدة تبقى لي شي شوية لكن من الاحسن قبل ما تصيبوا القاطو يكون لديكم تقريبا واحد كيلو ديال الفخيز باش كتختارو اللي زوينين واللي حمرين قوتا هما كيكونوا ناتجين كنحطوهم من الداخل المهم كتحاولو انكم تبتوهم جيدا وهنا غادي ناخد هذي كلاجين واز اللي قطعتها او كموفليتها بعدك الجزء الاخر كنحطو وكنحاول ندخلها في الجنيبات بالنسبة الفخيز كلها حجم ديال الفخيز كيختالف فاذا كان شوية كبير غا تقدرو تنقصوه واحد شوية بالمقسم من هذي كلاجين واز غير شي شوية فما تنقصوش من الاول انا رجربت نستعمل الاتار اللي فيه 20 سنتيمتر جاني صغير بزاف ف22 سنتيمتر مع الاتار الكبير اللي فيه المونتاج اللي فيه 24 سنتيمتر كيجيكم هو هذك وبالنسبة الكمية ديال سيرو فدخلتها تقريبا كلها قسمت الكمية الى نسفين باش نعرف شنو كندير الكمية الاولى تقريبا حتيتها هنا وغادي نحط الكريم شوفو البوشش كي يكون داير باش كتكون فينيسيون مقادة كنحط هذيك البوش وكنضغط هنا كندير واحد لبخيش باش كتدخل هذيك الكريم وكتتغلغل ما بين هذيك الفخيز ما بين الجنواز وفليبوغ ديال هذيك القالب الاتار البلاستيكي اللي كنحطوه باش المونتاج كي يجينه سهل فتقدروا تستعملوه انا ما استعملتوه في الاخير غادي ندوه صغير واحد لمنديل سخون على الجوانب وغادي ندمولي هذيك الليغاتو الكريم كنقادة بحلاك دا في الوسط كنقادوه طبقة اللي كتكون هكدا مهمة لان في فوق غادي ندروا طبقة اللي كتكون اصغر منها من بعد كناخد ملعقة وكنضغطه وكنضغط جيدا باش كالليسي هذيك الكريم وكتلصغليها على الجوانب ديال القالب باش لا فينيسيون كتجيكم مقادة ما كيجي فيها لفقاعات لحتى حاجة مهم بغيتو منظر زوين كتتهلو في لا فينيسيون من بعد غادي ناخد انا اياه اللي فخيز اللي بقاو عندي كمية حزب الضوخ ما بكتعمروا مزيان كنزور هذك جوزء اللي كيكون ابيض لان بغيت الداخل يكونوا غير اللي فخيز اللي حمر ما تقطعوش قطع صغيرة بزا فجم ما كيتميهش لكم هنتو ما كل ناسي حبت قريبا كان قطعوه اما على نسفين اما على ثلاثة اذا كان كبير وكان غرسوه الداخل وكان عمرت قريبا هنتو ما كيفما كتشوفو طبقه لان هاد الفخيز هدا غيجي في طبقه واحده طبقه للفوق ما كنزيدوش فيها الفخيز مقطع وغتنزيد شوية ديالا كريم باش هذيك طبقه ديالا جينواس تانية ودائما الجهه اللي كتكون بيضه واللي غتتشرب هي اللي كان حتى من الفوق باش مني كنسقيها كتشرب ليه مزيان ودائما كنقدا كنحاول نساوي باش في التقطيع افلا ديكوب كتجيني الحلوة ديالا وغتنكمل هذيك الكيميه المتبقية من السيرو حسب الرغبة ديالكم انا بالنسبة لي تقريبا دخلات كاملة كنشوف تشرب هذيك الاجينواس ومن بعد غتنزيد كريم كندوز هنا واحد البودة بحالة على الجوانب ومن بعد كمية المتبقية كنحطها في الوسط كمية الكريم هذيك في القالب ديال 24 سنتيمتر كتكفيكم وكتجيكم على فنسيون مع كل شيء انا هذا القالب هذا رزيت شوية اما 25 وعشرين اما 24 ونصف فبقى خاصني واحد شوية وكي ما باينش ماشي مشكلة بالنسبة لكم رغتنزوا سباتول من الوسط ويجيكم وهذاك وماني كنكمل كنحطه في تلاجة حتى كي يبرد تماما انا بنسبة لي خليته المدة ديال 6 ساعات وبنسبة الناس اللي بغتو يبات ارا ماشي مشكلة يقدر يبات غير اذا بات فضروري انا الفخيز يكون طري يالله شريته كنحطو وكنسيب بالفخيز ديال وديك الساعة ماشي مشكلة انه يبات من بعد غادي نديرو هنا واحد خطوة اختيارية عندي ربع كيلو من لابات داموند عجينة اللوس ماشي لابات السكر تكون نوعية جيدة كنحاول نعطيها شوية حجم دائري او شكل دائري ومن بعد كنبقى كندور هذا الورق على ربع ساعة باش كيجيني هكذا الشكل دائري هادي هي الطريقة كتدورو كل مرة بابي ديالكم كتتخيلو بحلي عندكم شي ساعة وكتدوروها بربع ساعة ضروري كنستعملوا بابي باش ما تلصقش كنستعين بناشاة دورة كل مرة ملتحت بحلاك دا انا هزيتها باش كترجع تقلص وتاخد شكلها طبيعي متعاوش تقلص من قطعها وكن قطع بنفس القطعة اللي قطعت بها او اللي صيبت بها او مونتت فيها الفخيزي يالا بادامونت كينا في الفخيزي الاصلي كي لونها باللون الاخضر انا صراحة ما قديت على هذك اللون الاخضر ما جانيش زوين ما عجبنيش فخلي تغير بحلاك دا دا شوية ديال الملوين الابيض باش ما يبقاش هذك اللون ديالا بادامونت تصفرش شوية سافي كناخد هنا شوية من ناشاة دورة وكنا رولي في الغولو بحلاك دا باش نحطوه ماشي ضروري نهائيا هذ الخطوة هذي لان ما كتغير شي حاجة انا قدي عجبني كي عجبتك لما تغير غير وما كي بدل شي حاجة كثيرة فما تعكزوش على الفخيزي غير انا صورت صورت فكان بغير نوري لتكنيك كاملة بنسبة الناس اللي مثلا بغير تغير لابيض بادامونت مني كنحط هذيك الطبقة مثلا وشفت انها تمددات شوية كي لابيض بادامونت شوية فكان قاد لفينيسيون بالمقاس بحلاك دا وكان حاول نقاد بيدية من بعد فكان نرشم او كانعلم بواحد ايطار اللي فيه ستة عشرة سنتيمتر باشك اتجيني لفينيسيون بقادة هنه قاد نديرو تزيين عشوائي اللي كي عجبني بززيف دائما تزيين عشوائي رغم الاصحاب انواع تزيين لان الناس كي بليها بخربق ولكن هو كيكون عشوائي ولكي المنظم ضروري انني كنرسم الوساغ اللي غادي نخدم فيه او متلا غا نخدم فلالين كنرسم هذيك اللالين اللي غا نخدم فيها المهم من بعد كنزيين هنا بوريدات من الابات داموند لشكل وريدات اذا كنتو مستعملين طبقة الابات داموند من الفوق فكتخليو الفخيز ما كتزيينوش بهم الاول لان غادي بديتلق شوية الماء مع هذيك الابات داموند بحالة كده كتدوب فكتخليو حتى قبل من تقديم اعاد كتزيينو وكنزيين هنا بالبيستاش قطعت واحد لقاعدة البيستاش الى نسفين غير بشي اعطوني هذيك اللون الاخضر تقدرو تزيينو بوريدات داموند هذيك الوريدة الصغيرة اللي كتفون في فوق داموند كتزيينو بيها وكيكون هذا والشكل ديالو النهائي وريدكم هنا لافينيسيون من جنابك فاش كتجي مقاددة وانات اذا درتو الخطوات اللي وريدكم كاملة ما كيجوا لفقاعات لاحتى حاجة كتجي لافينيسيون كاملة دايره بحالة كده لافخيز كنحاول نختارهم قد بعضياتهم حسب الامكان وحسب التجربة ديالكم كل مرة كتبقاد تحسن هذيك اللي كتخدموا بها هنا باش نوريكم القوام ديال الكيك كله فاش نقدر نقطع لكم ونوريكم الكيك و الكريم كيما كتوفوا المنظر كي جيزوين وخام ما تديروش اللي من الفوق هي كدت تضغير واحد لافينيسيون كدت حتى واحد الماضاق كينت اللي كتعجبهم وكنتمنى انا الحلقة تكون اجباتكم نشوفكم بخير على خير الحلقة المقبلة ان شاء الله اذا عندكم اي طلبات كتبوها لي في التعليق كنلبي جميع الطلبات اشتركوا في القناة